السلام عليكم راسلني احد الاشخاص وكتب لي بالتعليقات احنا كشفناك وعرفنا انك انت تشتغل ويامد هذا الشخص يحتي بكل ثقة ويحتي بكل ارقاحية فاتضح انه هذا الشخص من اتباع امير القريشي الصنف الثاني احنا اتفقنا انه متابعين امير القريشي متابعين يرفضون هذه التصرفات الطفولية بالتبليغات على القنوات وبعض الاشخاص الطفولين اللي يصدقونه بكل ما يقوله فهذا الشخص بكل ثقة يتكلم انه امير القريشي فضحك فاني بكل صراحة ما عندي شي اخاف منه لذلك طلبت من هذا الشخص انه يبعث لي كلام امير القريشي دخلت على كلام امير القريشي وكان بالبث المباشر بالبرنامج المفتوح ويقول نصا انه هؤلاء الاشخاص الذين يدعون انه امير القريشي يبلغ عن قنواتهم هؤلاء مدعومين من النظام الايراني الله اكبر اللهم صلى على محمد وعال محمد ايران هي السبب ويجب ان نعلم ذلك انا لما سمعت كلام هذا الشخص وانه يحجي بثقة وعلى اساس هما كشفوني فاني بكل صراحة قلت لما ادخل الى البث المباشر او كلام امير القريشي راح اشوفه اولا يتكلم بدليل وينفي اي ارتباط بينه وبين مصطفى جحفر فاني قلت احنا راح اقدم احتذار بفيديو الى امير القريشي اللي اتهمته زور لكن بعد ما دخلت الى البث المباشر وجدت العكس تماما اتهامات اخرى لنا نحن الذين تكلمنا عن امير القريشي واثبتنا للجميع بالادلة الصارخة والواضحة ان امير القريشي يبلغ عن القنوات امير القريشي يتهم قناة خواطر فكرية وايضا يتهم قناة شغموم بانه لدينا ارتباط اتصور اتصور امير القريشي والكذب لدينا ارتباط مع المخابرات الايرانية او الاعلام الايراني ضمن خطة حتى نقدر انطيح بقناة المنتقم ويقول هو عايش الدور اكيد ويقول انه انا لهم ذلك فقناة المنتقم ما شاء الله بهذا الازدهار والله لما شفت هذا الفيديو ما اعرف اضحك ابتشي الطم شنو اللي اسوي على هذا الشخص الذي لا يستطيع ان يمر عليه يوم من دون كذب واتهام معلبة الى الاشخاص الذين يختلفون معه وللأسف الشديد للأسف الشديد كلامي انا الذي اعرض الادلة والبراهين على تبلغات امير القريشي لا يصدق من الفئة القليلة المصدقة بامير القريشي وللأسف الشديد اقول ان هؤلاء الاشخاص يصدقون كلام امير القائم من دون اي دليل وبرهان نرجع الى كلام امير القريشي قناة خواطر فكرية هي ضمن خطة ماسونية ضمن خطة عالمية ضمن خطة تحيكها الحكومة الايرانية ومن يدار عنك اصلا من يدار عن قناتك اصلا يا امير القريشي حتى الحكومة الايرانية تجند اشخاص مثل قناة خواطر فكرية وقناة شغمون بالاطاحة بقناة المنتقم امير القريشي اتق الله بالكذب اتق ربك انك تكذب على الشخص ما عنده اي تواصل ويلا اشخاص اللي تزعم انهم يدعموني خلينا نفرض انه لا لاشخاص يدعموني وانه نظام الايراني العظيم الذي يناطح الدول العظمى اتى وجند قناة خواطر فكرية وصاحب قناة خواطر فكرية او قناة شغمون اتصوروا هذا النظام لم يدعمني حتى بكاميرا او مايك او استوديو او حتى اضاءة بها خير اقدر اطلع بفيديو ممتاز الى متابعين الذي اروج لهم انه يتركوا امير القريشي اتصوروا الى هذا الكذب نظام كبير مثل النظام الايراني يدعم قناة خواطر فكرية والمايك اللي جاي اصور به هذا للأسف الشديد اشتريته وطلع والله العظيم هذا المايك اشتريته وللأسف اكرر طلع مخشوش او طلع كوبي نسخة مقلدة لشركة بويا هذه الشركة المشهورة بالمايكات للأسف الشديد رح تشتري مايك وطلع هذا المايك مقلد فعن اي نظام تتكلم يا ابله عن اي نظام تتكلم انه يدعم قناة خواطر فكرية او يدعم قناة شغموم والله العظيم اذا هذا الشخص لديه بعض العقل سابقا الان فقد جميع ذرة تحمل من هذه الجينات العقلية التي تعطي اعازات الى دماغه هذا الشخص يفتري الكذب وبأساليب مضحكة صراحة للأسف الشديد هذا الشخص اللي تواصل بياي مصدق تصور النظام الايراني يدعم قناة خواطر فكرية اولا خلينا اقدم لكم دليل واضح على كذب هذا الشخص انا ادعم The Lady of Heaven هذا الفيلم المبارك والنظام الايراني بالتأكيد لديه وجهة نظر مخالفة الى هذا الفيلم والى صناح هذا الفيلم فاللي صار شنو انا ادعم فيلم سيدة الجنة ويأتيني النظام الايراني ويتبنى قناتي وبعدها اطلع بفيديوهات اطيح بامير القريشي فاقول اتقي ربك يا امير القريشي بالكذب اتقي ربك بالبهتان اتقي ربك بانك تصف الاشخاص اللي دافعون عن هذا المذهب او اقلها بامكانيتهم البسيطة باقل الامكانيات خواطر فكرية جاي اتقصص بعض المقاطع وتنشرها انا قبل قليل اشتغلت على مقطع والله العظيم من الواحدة صباحا الى السادسة صباحا اتصوروا خمس ساعات اشتغل على مقطع حتى اطلع بفيديو يليق بحضاراتكم ويليق بالدفاع عن هذا المذهب فامير القريشي يعلبني بتهمة الله واكبر لا اقول عنها الا انا خصيمك يوم القيامة بهذه الكذبة الواضحة والصارخة اللهم اذا كان النظام الايراني يدعم قناة خواطر فكرية فانزل على قناة خواطر فكرية صاعقة تدمرها وتدمر صاحبها فامير القريشي اتقي ربك بانك تبهد قناة خواطر فكرية بهذا الكذب او تكذب على قناة شغموم اتقي ربك بانك تكذب على المؤمنين الذين ينصرون هذا المذهب ليش اتكلموا بهذا الكلام وليش ادعي على نفسي بانه تنزل علي صاعقة علي وعلى قناتي لان بكل بساطة انا على حق وامير القريشي شخص كذاب لا يتورع من الكذب فاني اطالب امير القريشي وجميع العاملين على قناة المنتقم ان يثبتوا شيء واحد فقط مصطفى جحفر لا يرتبط بقناة المنتقم هذا الشخص الذي يبلغ على القناة والذي ثبتت بالدليل والبرهان هو مرتبط بامير القريشي وقناة المنتقم فانا اقول لكم جميع شخص يقول لي انت كاذب السئلة انه يسأل امير القريشي ويتكلم معه بهذه اللغة وبهذا السؤال البسيط مصطفى جحفر اسمه مرتبط بقناة المنتقم او لا وبعدها انا ساقبل ما يقول امير القريشي لكن يجب عليها ان يقسم على كلامه فانا اقسم انه مصطفى جحفر مرتبط اسمه بامير القريشي وهذا الكلام بكل ثقة اتكلم به فهل يستطيع امير القريشي انكار هذا الشيء فامير القريشي وبختام الفيديو رادي سوف الامر بجملة انه النظام الايراني واستخبارات من النظام الايراني توصلت مع حضرة امير القريشي وقالت له هناك حملات من الشباب التي تركب هذه الموجة موجة البراءة من اعداء فاطمة الزهراء عليه السلام هذه الموجة مسلطة من النظام الايراني حتى تطيح بقناة المنتقل وايضا ختاما للتوضيح جميع شخص جميع شخص يقول لي اترك هذا الامر واترك امير القريشي للأسف الشديد للأسف الشديد راح احضرا من قناتي وليلقي الاشتراك ابركها من ساعة صراحة فانا لا اتحمل الفكر الزعطوطي المرتبط بامير القريشي فالغوا الاشتراك بكل هدوء ارجوكم ثم ارجوكم وفي اماني ايران هي السبب ايران هي السبب ويجب ان نعلم ذلك